أن القوة الدولية حتى هذه اللحظة حقيقة لم يظهر موقفها واضحا يعني مثلا الأمم المتحدة القوة الفاعلة في المشهد السياسي لم يظهر موقفها واضحا من موضوع انسحاب الصدر ما أبدأت أي اعتراض يعني مثلا لو كان هناك اعتراضات مثلا أممية من الأمم المتحدة يعني سمعنا أن انسحاب الصدر قد يودي بمثلا نتائج الانتخابات لكن ما سمعنا ذلك إذن هناك تطمينات وأنا عندي معلومات أنه يا أخوان روحوا وشكلوا الحكومة بس روحوا وشكلوا حكومة خلي تكون حكومة انتقالية لكن الأطراف الموجودة اليوم بالعملية السياسية لا تريد تشكيل حكومة انتقالية هي تريد أن تشكل حكومة دائمة برئيس وزراء من يطرح فكرة الحكومة الانتقالية؟ من يطرح هذه الفكرة الآن؟ الذي يطرح حكومة الحكومة الانتقالية فكرة الحكومة الانتقالية هم ثلاث أطراف الطرف الأول يعني خلي نقول اللي تمثل هذه القوة الوطنية المسالبة اللي تريد تحاول أن تمشي بالبلد بالطريقة الصحيحة واللي تحاول أنه بعد هذه الحكومة تروح إلى انتخابات حقيقية بشرطها وشروطها بس يعني انتخابات مبكرة لازم انتخابات معدلها أعدادا جيدا بحيث لا توقعنا بنفس المأزق الموجود الرأي أنه في موضوع المجتمع الدولي والأممي يلون الذهاب إلى حكومة انتقالية أو بقاء حكومة الكاظمي لحين الدعوة إلى انتخابات مبكرة إذن هي أيضا حكومة انتقالية والطرف الثالث هي بعض القوى السياسية اللي أنت يعني بيّنتها اللي تحاول أن تروح إلى لا تذهب إلى انتخابات مبكرة لكن مع حكومة مؤقتة يعني سموها حكومة مؤقتة وبالتالي عندك ثلاثة أطراف يحاولون أن يذهبون إلى حكومة انتقالية لكن الأطراف أو أطراف الصراع أو قادة الإطار الذين لديهم الأثر الفاعل في موضوع المفاوضات وحتى القوى السياسية من المكون السني قاصة مثلا سيد محمد الحلبوسي سيد خميس الخنجر وحتى الأطراف الأخرى في عزم وأيضا في الحزب الكردستاني سواء البارتي أو الاتحاد كلهم ينون الذهاب إلى تشكيل حكومة دائمة تستمر لمدة أربع سنوات لأن يقول لك إحنا إذا تشكل حكومة مؤقتة بالتالي راح هذه الحكومة قد تسقط في أول ستة أشهر طبعا مع الاتفاق مع ما ذكره الدكتور نديم في موضوع هذه الصعوبات والتحديات الكبيرة في موضوع تشكيل حكومة نحن نعتقد أنه لا يمكن تشكيل هذه الحكومة هذا اعتقاد يجوز نقطة بهذا الرأي بس رأينا الأساسي أن الإطار وهذه القوة السياسية الموجودة اليوم لن تستطيع تشكيل حكومة حتى لو كان بالشافعات لأنه العناصر التي تؤدي إلى تفليش هذه الحكومة قبل لشأتها موجودة وموجودة بقوة أستاذ نجم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر